اعلن الشيخ سلمان بن راشد بن محمد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل عن تنظيم مملكة البحرين رسميا للسباق الدولي للخيل وذلك للمرة الاولى على مضمار سباق نادي راشد بمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف انحاء العالم وذلك في شهر نوفمبر من العام الجاري وتم الاعلان عن تنظيم السباق الدولي التاريخي خلال اللقاءات الاعلامية التي اجراها الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة مع وسائل الاعلام الاجنبية المختلفة على هامش اقامة سباق الخيل على كأس البحرين السنوي في نيو ماركت بالمملكة المتحدة حيث اكد الشيخ سلمان بن راشد ان تنظيم السباق الدولي للخيل للمرة الاولى على مضمار البحرين يمثل حدثا غير مسبوق في تاريخ نادي راشد للفروسية ويحمل الكثير من المردودات والمكاسب الايجابية من جميع النواحي على مملكة البحرين ويبرز تطورها في هذا المجال وان تنظيم مثل هذه السباقات الدولية يأتي ضمن الاهداف التطويرية المستقبلية المنشودة من قبل الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية والتي تهدف الى استثمار رياضة سباق الخيل لان تكون احد الروافد الاقتصادية والسياحية والرياضية التي تعود بالنفع على مملكة البحرين وتوجهاتها المستقبلية في تنويع تنظيم الاحداث والمسابقات الرياضية الدولية التي تحظى باهتمام ومشاركة ومتابعة كبيرة وتجتذب الاهتمام الاعلامي والتسويقي والجماهري وان هناك العديد من الافكار التطويرية سيتم اتخاذها بناء على تقييم تجربة النسخة الاولى من السباق الدولية